كمية كبيرة تجاوزت 20 ألف نسخة من الكتاب المدرسي غير صالحة للتدريس نتيجة إحداث الحوثيين تغييرات جوهرية في مضمونها وشكلها أيضا تعمدت الجماعة الإنقلابية على تضمين النسخ الجديدة معلومات وصياغات تتماهى مع توجهاتها الفكرية وتروج لأفكارها وتشجع على التفرقة والانقسام المجتمعي أثر المنهج الجديد على الطالبات أثر سلبي حيث أن الدين الإسلامي لا يحرف ولا يتبع أي ملة أو مذهب كلنا جميعنا نمشي على ملة واحدة أو مذهب واحد أثر توزيع الكتب هذه والأشياء تشتت الناس في دينهم يرى تربويون أن عملية التغيير مدروسة خصوصا وأنها جاءت بعد تغيير عدد من الأعضاء في لجنة إعداد المناهج في صنعاء إذ استبدلت مواضيع تجسد المبادئ الوطنية كالنشيد الوطني بشعارات طائفية ومذهبية وتركز هذا التغيير على مناهج الصفوف الأساسية وعلى وجه التحديد مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية تم تعديل كثير من المفاهيم الأساسية والتي تخص أيضا المبادئ الوطنية كحذف النشيد الوطني من بعض الكتب المدرسية أيضا حذف صور للحرم المكي من بعض الكتب والمناهج المدرسية إضافة إلى بعض التعديلات سواء في الصلاة أو في تشهد الأوسط أو في المفاهيم الأخرى بعد نجاح قوات الأمن هنا في مأربة من احتجاز هذه الكتب تم مصادرتها وإطلافها بعد أن كانت في طريقها إلى محافظة حضرموت بالإضافة إلى تشكيل لجان من مكتب التربية للبحث عن نسخ أخرى مكتب التربية في المحافظة بدوره يعمل على متابعة القضية بحسب القائمين عليه كما وجه مذكرة إلى الجهات الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن ويجري العمل على إيجاد حلول بديلة لسد العجز القائم في الكتاب المدرسي خليل الطويل قناة بالقيس من محافظة مأرب